اشتركوا في القناة حيث قدم لجلالته مجموعة من الشباب البحريني بمناسبة احتفال المملكة بيوم الشباب البحريني الذي يصادف الخامس والعشرين من شهر مارس من كل عام وقد تشرف الجميع بالسلام على جلالته حيث رفعوا للمقام السامي لصاحب الجلالة أسماء آيات الشكر وعظيم التقدير والامتنان على رعايته الكريمة ودعمه وتشجيعه لشباب المملكة ليساهموا في مسيرة التنمية الحضارية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات في عهد جلالته الزاهر بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسعدنا أن نرحب بكم في هذا الاحتفال بيوم الشباب البحريني وخير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعى بإلقاء كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنه لمن دواعي الاعتزاز ومن منطلق الاهتمام الوطني الكبير بشؤون الشباب والحرص على متابعة أداءه تحقيقا لتطلعاته أن نتوجه لهم في يومهم هذا بكثير من التقدير لما يقدمونهم من جهد مخلص لرفعة وتقدم البحرين الغالية وبالدعوات الصادقة بأن تكون أيامهم جميعها حافلة بالإنجاز المشرف والعطاء الممتد وهم يتجهون بخطوات واثقة نحو مستقبلهم الواعد بالخير الوفير بإذنه تعالى ومن منطلق هذا الحرص والاهتمام نواصل في توجيه أصحاب المسؤولية والاختصاص في الحق الشبابي للارتقاء بشؤونه ولتطوير برامجه المخصصة لشبابنا وشاباتنا الذين نشهد لهم تفوقاً ملحوظاً على كافة الأصعد الوطنية والدولية خصوصاً في الفترة الحرجة التي تطلبت صبراً كبيراً وعملاً استثنائياً في مواجهة مخاطر الجائحة ليكونوا على قدر ثقتنا بهم في تولي مسؤولياتهم الوطنية والقيادية في شد المواقع والبحرين تواصل سيرها إلى الأمام نحو التعافية التام بعون الله وبهذه المناسبة الطيبة نوصي شبابنا بالمحافظة على مقدرات البحرين الغالية وبحمل أمانتها بعزيمة المخلصين وبتحصيل نموذجها الإنساني الداعي للتعايش والتسامح وبصد كل ما يمس وحدتنا الوطنية أو ينتقص من مكتسباتنا والله نسأل أن يعينهم على ذلك كما يسعدنا أن نوجه مع احتفالنا بيوم الشباب بتسمية هذا العام بعام الشباب البحريني احتفاءً بهم وبنجاحاتهم مع خالص تمنياتنا لهم جميعاً بالتوفيق والسداد في تحقيق آمالهم وتحويل طموحاتهم إلى واقعاً جميل في رحاب بطن الكرام وكل عاماً وأنتم بخير شكراً والرياضة كلمةً بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمل بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظكم الله ورعاكم اليوم يا صاحب الجلالة يحصد شباب البحرين ثمار رؤية جلالتكم واستثماركم وقد ترعرع هذا الجيل الواعد في ظل برنامج جلالتكم الأصلاحي النبيل واستجابه لنداء جلالتكم وهو نداء القلب والعقل والذي أطلقه جلالتكم كجزء من سلسلة الأحاديث في الوعي الوطني فعلمتمونا يا سيدي أن شبابنا نصف الحاضر وكل المستقبل وأن البحرين بيئة حاضنة ومنارة إشاءاء في خدمة الجميع فاليوم يا سيدي عيد للشباب البحريني يحتفل فيه هذا الشباب اللامع بذكرى تأسيس جلالتكم للمجلس الأعلى للشباب الرياضة في عام 1975 ونحتفل فيه بيوم الشباب البحريني الأول ونحتفل بتسمية عام 2022 بعام الشباب البحريني ونحتفل بشباب شرفوا بلدهم ورفعوا رايته عالياً في جميع المحافل وفي جميع أركان العالم وحملوا معهم نشيدهم الوطني ورسالة السلام والتعايش والعروبة والقيم والأهم يا حضرة صاحب الجلالة أن الشباب البحريني يحتفل اليوم بولي أمرٍ آمن بأن البحرين غنيةٍ بشبابها وآمن بأن الرهان عليهم والاستثمار فيهم مضمون ويحتفل اليوم الشباب البحريني اللامع بحكومةٍ رشيدة وضعت ملف شؤون الشباب في قلب البرنامج الحكومي الذي يشرف عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ويحتفل الشباب البحريني بشيخ الشباب ممثل جلالتكم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه الذي يقود ملف الشباب بروح الشباب وبطاقمٍ من الشباب والذي فتح لهم الفرص والبيبان وسقل مهاراتهم حتى أصبح الشباب البحريني نخبةٍ من نخب شباب العالم إلى أن جعل سموه من البحرين عاصمةً للشباب وواحةٌ من الأمل وأخيراً صاحب الجلالة يحتفل الشباب البحريني اليوم بإنجازاتٍ وبرامج لا سابقة لها في المنطقة فقد أصبح ملف الشباب البحريني حديث الساعة ومحط أنظار من الشرق إلى الغرب من جامعة الدول العربية إلى رئاسة منظمة الأمم المتحدة هذه الإنجازات يا سيدي ما هي إلا ثمار رؤية جلالتكم فالشكر لكم يا صاحب الجلالة من جيلٍ لامع ممتن ومحب جيلٌ يعاهد جلالتكم على مواصلة الإنجاز والتألق وأن يمثلوا المملكة ورؤية جلالتكم خير تمثيل وكل عام وجلالتكم والشباب البحريني بخير ودمتم سيدي الداعم الأول للشباب البحريني ولهذا الوطن المعضاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتشرف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتقديم هدية تذكارية إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وقد وجه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتسمية أحد شوارع المملكة باسم شارع الشباب البحريني اعتزازا بدورهم في خدمة وطنهم وتقديرا لعملهم الدؤوب في تطوير مهاراتهم من أجل بناء مستقبل زاهر لهذا الوطن ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر